وإلى ملف آخر عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة اللواء عدروس الزبيدي لمناقشة الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد بحثت الهيئة المسجدات على الساحة الوطنية لتلبية متطلبات المواطنين ومعالجة مشكلاتهم كما أشهدت الهيئة بإجراءات النائب العام ووقوفه بكل ما يلزم لتطبيق القانون وتوقيع الجزاءات بحق المخالفين لأحكامه وكما أثنت الهيئة على النتائج المثمرة التي حققتها الزيارات واللقاءات الخارجية للواء الزبيدي مؤكدة على أهمية صالتها لحجد الدعم الدولي لقضية شعب الجنوب وتعزيز حضور الجنوب خارجيا